بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج روية عن العلامة المجلسي في مجرباته لقضاء الحاجة لدرجة أنه يقول لا تقلق بعد ذلك فحاجتك مقضية هو أنك تقرأ ختم سورة والضحى تقرأ السورة أربعين مرة بلا فاصلة أي بمعنى من دون أن تتكلم مع أي أحد وأن تكون قد ارتديت ملابس نظيفة وتتوضأ وتتوجه نحو القبلة وإذا أردت أفضل الأيام فهي ليالي الجمعة فيقول فلا تقلق بعد ذلك فإن حاجتك مقضية حتما إن شاء الله تعالى تقرأ سورة والضحى أربعين مرة في مكان لوحدك دفعة واحدة من دون أن يقاطعك أحد ثم بعد ذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بمسألتك مجرب جدا 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 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي لنا ولكم جميع الحوائج برنامج برنامج صباحات الأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام شكرا لك